عايزين يعرف برضو من حضرتك هل في أمراض ممكن تهاجم هرمون السعادة ده وتضعفه؟ طبعاً زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال مثلاً الحزن الحزن نحن عندنا متلازمة نفسية اسمها متلازمة القلب المنكسر متلازمة القلب المنكسر ده لما تكسري قلب حد وتصدر له إحباط ولا قنوط ولا يأس ولا حزن ولا يبقى فيه سقف توقعات معاه وبعين تلاقيها على قلب مرغوبة لك أنت تخيل نهاية بتعمل انقباط في عضلة القلب وبتعمل أعراض زي الزبحة الصدرية بالضبط واللي بنكسر قلبه ده يبقى أكتر عرضة للوفاة من أي حد تاني وأكتر عرضة للإصابة بالأمراض سواء النفسية أو العضوية فربنا يكفينا شر قسرة القلب متلازمة القلب المنكسر الاكتئاب بتصيبش نفسك الاكتئاب لما تلاقي نفسك فيه اعتلال في المزاج العام فيه اضطراب في الساعة البيولوجية نهارك ليلة وللك نهار فيه انسحاب عن المشاركات الاجتماعية فيه تغيير للسلوكياتك فيه اهمال للنظافة الشخصية فيه عزوف عن المشاركات مع أهلك ومع ناسك عاوز تعبد عن الدنيا كلها فيه أفكار بترودك انتحارية فيه نستولوجيا بتفكر في الماضي أكتر ما بتفكر في الحاضر العلامات دي كلها تعرف أن انت عندك فتحت باب من أبواب هروب السعادة وباب للأمراض وباب للشرور فلازم توقف وقفة مع نفسك ففيه أمراض بتؤدي لده طبعا على فكرة مش الأمراض الجسمانية يعني كان الدكتورات بتاعتي في الدفء نجزايتي في القلق من الموت عند اللي عندهم كانسر لقيت في عينة البحث عندي ناس بتواجه الموت إنما سعيدة سعيدة بابن بيبرها وبيوديها جلسات لعلاج الكيماوي سعيدة بزوج شايف شعرها بيقع والشاب يتغير ووقف وبيحضنها وبيطبطب عليها ما راحش تجوز غيرها ولا بيعاكس ناس على سوشيال ميديا سعيدة بالاحتواء اللي موجوده والضفء العاطفي والسوشيال سابورت فتخيالي إنه ممكن حد بيقابل الموت وأمراض مؤدية للموت وبيقاوم كل ده وما تنالش من ساعته لإنه فيه فيه أدوات وفيه متراضفات إنسانية حول منه بتعزز عنده من هرمون السعادة وبالمناسبة إنه عكست على كفاءة جهاز المناعة وقاوه وخفه واستبراءه من المرض في حين غيرهم عندهم كل الإمكانيات ولكن توفاهم الله لأنه مفيش أدوات سعادة حول المنزل